مجز بأهم الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم حذر رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك من استمرار تلاعب منشاة الحوثي بالورقة الإنسانية في ابتزاز المجتمع الدولي وإطالة أمد الحرب ومضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية بقوة السلاح وإشعالها للحرب في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية وجدد رئيس الوزراء لدى استقباله في العاصمة المؤقتة عدن وفدا إنسانيا أوروبية رفع المستوى من المكاتب الرئيسة للمانحين الانتزام الحكومة بمسؤولياتها في شراكته مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتسهيل أعمالها واتخاذ ما يمكن لتخفيف المعاناة الإنسانية عن كافة أبناء الشعب اليمني مشيرا إلى أن التحذيرات الصادرة والمتكررة وآخرها في اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس بشأن الوضع الإنساني في اليمن مقلقة وتستدعي العمل العاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية تفقد وزير الإعلامة الثقافة والسياحة معمر الإرياني عددا من المشاريع التي نفذها البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن بمحافظة مارب في قطاع التعليم الذي يعتبر مفتاح الأساس للتنمية حيث قام الوزير معمر الإرياني بزيارة جامعة إقليم سبأ للاطلاع على مشروع تطوير جامعة إقليم سبأ بمدرية مارب بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن الذي تم إنجازه خلال عام إلى ذلك قام الوزير الإرياني بزيارة مجمع الموهوبين بمحافظة مارب الذي يموله البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن ويخدم 1369 موهوبا بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وعد باذيب مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذية للأسكوا الدكتورة رولا ديتشي أوجه التعاون في مجال بناء القدرات المؤسسية الحكومية وتعزيز المناعة والصمود على طريق التعافي المؤسسي والاقتصادي وخلال اللقاء الذي يأتي على همش مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة في العاصمة المصرية القاهرة أشار الوزير باذيب إلى أهمية أعداد رؤية وطنية الاقتصادية الاجتماعية طويلة المدى لمرحلة السلام تأخذ في الاعتبار مسارات التعافي واستقرار الاقتصاد الكلي بحث وزير الصحة العام والسكان الدكتور قاسم بحي بحب العاصمة المؤقت عدن مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة الدكتور مايكل كوهلر التعاون المشترك وسبل دعم القطاع الصحي وصعرض اللقاء التدخلات الإنسانية في بلادنا في قطاعية تغذية والصحة وإمكانيات التدخلات المستقبلية في قطاع الصحة وسبل تطوير مجالات العمل المشترك وتعزيزها وعبر وزير الصحة عن آمله في أن يشهد العام الجاري تحسنا في الدعم المقدم للقطاع الصحي وبما يمكنه من تجاوز التحديات الخبر الأخير بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الأصابي مع نظيره المغربية الدكتور عبداللطيف الميراوي برامج التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز سبل الابتعاث العلمي المشترك وأكد الجانبان في اللقاء المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئ الذي ضم سفير بلادنا لدى الرباط عز الدين الأصبح على أهمية تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية عبر تفعيل برامج التعاون للزيارات الأكاديمية المختلفة وتفعيل الشراكة بين الجامعات اليمنية والمغربية نهاية المجهزة أشكر لكم وطيب المتابعة للقاء